مشاهدينا في فقرة الاستضافة معنا صانع محتوى الطبخ اليمني الشيف ياسين الثقاف الشيف ياسين مرحبا بك أهلا بك الله يحييك ياسين ياسين بداية لو تعرفنا عن نفسك من هو ياسين الثقاف ياسين شاب يمني هاوي ومحب للطبخ اليمني فكرتي كانت بسيطة بحيث أننا أسوي أكلات يمنية وإنشرها للناس بحيث أن المقتربين يستفيدوا من التجربة لأنا مرت فيها ويصلحوا للأكل اليمني بطريقة سهلة وسريعة في بيوتهم طيب إيش اللي دفعك في البداية لاتجاه نحوه المطبخ واحتراف الطبخ في الواقع طبعا كوني كشاب مقترب فكنت عاني كثير من حكاية الأكل وحكاية أننا أحصل الأكلات اليمنية في المطاعم أو في البيت أو في الآخر في يوم من الأيام فكنت خاور أن أنا أأكل مندي فكنت أروح أدور المندي ولا أن أنا كيف أسوي طريقة المندي فكانت صعبة بالنسبة لي وأنا ما أعرف ش أسويها من قبل فدخلت على النت ودورت وسويت الطريقة وحبيت أن أنا شارك أصحابي في الفيسبوك الطريقة وصورتها بالشكل مفصل وعملت لها في الفيديو وشيء زي كده وحطيتها على النت وبعدين اكتشفت إكبار كثير من الأصدقاء والأهل ومن المنتج من الفيديو الذي قدمته وشجعوني أن أفعل فيديوهات زي كده ومن يومها ابتدأت أن أفتش على الأكلات اليمنية وطريقة عملها وكان من الصعب جداً علي أن ألاقي الأكلات هذه بالنت بسهولة طبعاً كان نفسي أضيف الفيديوهات التي تكلمت عنه في الإنستغرام كان نفسي أضيف الحلقة عشان نوري المشاهد لكن للأسف ما استطعناش إضافتها بالتالي المشاهد يقدر يروح للإنستغرام ويشوفها باسم ياسين الثقاف ياسين أنت الآن الطبخات التي تعملي هل تتبع الوصفات المتعدة المعروفة للأكلات اليمنية أو أنك تبتكر وصفاتك الخاصة؟ والله أنا أحاول أن أسوي الوصفة اليمنية بالتحديد حتى أنا أتعب أن أحصل الوصفة ففي الغالب أخذ الوصفة الصحيحة من اليمن بحيث أخلي الأهل والأصدقاء يروحوا للمطاعم يصوروا لي فيديوهات ويشوفوا طريقة عمل الطبخة ومن ثم أنا أبتكر طريقة عملها بسهولة وسرعة يعني أنا أحاول أن أوصلها بسهولة للناس بحيث أنه ممكن يسووها بطريقة سلسة طبعاً أنا لقيتك في إنستغرام وشفت الفيديوهات حقك في إنستغرام هل ممكن المشاهد يلاقيك في مكان غير الإنستغرام؟ حالياً بس أنا مركز على الإنستغرام ومن 1 نوفمبر فتحت صفحتي في الإنستغرام ما أعتقدش أن أنا إلى الآن بركز في موقع ثاني غير الإنستغرام إلى ما أكمل الهدف والرؤية اللي أنا أعاملها بخصوص أوفر الأكلات اليمنية كلها في صفحة معينة بحيث أنه أي واحد حابب يدخل يدور على الأكلة اليمنية ممكن بيحصلها بالصفحة جميل طيب ماذا عن متابعينك؟ من هم؟ وكيف تصفهم؟ متابعيني الله أحفظهم هم صبعاً الناس اللي شجعوني دائماً أنا ما أتوقعت صراحة لأقبال الكبير الكبير يعني خلال شهرين من الآن دعموني كثير ناس من المشاهير ناس كثير من الأصدقاء الأهل يعني من غير ما أدخل أكلمهم يعني أنه ينشروا لي ولا لا فأتفاجأ أنه في ناس تنشر لي من غير ما أنا أكلمهم فأبسطوني كثير بهذا الشيء فهم اللي يدافع لي أن أنا أستمر وأن أنا أتزل طباخات جديدة وهم في الواقع يحسبوني أن أنا طباخ ماهر ولا أنا أكون صاحب مهرة زيما يقولون بس أنا مختصرة المفيد أحاوي وأحب أن أنا أطبخ وأقدم الأكلات ربما في يوم ما تصبح أيضاً طباخ ماهر لكن يعني لو أسألك هل هناك عدة طرق لعمل الأكلات اليمنية من حيث درجة صعوبتها وسهولتها طبعاً أكيد يعني الأكل اليمني بشكل عام صعب ومش من السهولة أي واحد يسويه من أول مرة يعني أنا كل فخر مش أول مرة تضبط معي الأكلة ممكن أسويها مرتين ثلاث مرات أربع مرات توصل إلى ما تضبط معي بالشكل الصحيح وبعد كده أشوف إيش المشاكل اللي واجهتني في الطبخة وابتدي بعدين أفصلها بالفيديو وأشرح للناس أن صعوبات هذه ممكن تتجاوزها بعمل كم خطوة بطريقة التحضير أنت تكلمت في البداية عن هدف ماذا هو الهدف الذي تجريت وصل له؟ هدفي أول شيء أن أنشر الأكلات اليمنية في نطاق واسع كون في النطاق العربي والأجنبي لأن أنا للأسف أتابع كثير من الصفحات التي تخص الطبخة بس في ناس كمان يمنيين بينشروا الطبخات اليمنية ولكن ما فيش شخص إلى الآن لتقيت فيه أو شفت له صفحة مركز فقط على الطبخة اليمني أو على المأكلات اليمنية حاليا كثير من الناس يقولون لي عشان تشتهر عشان توصل لجمهور أكبر ربما وضع الطبخ في الغربة أصعب أنت الآن في ألمانيا مقيم في ألمانيا كيف تحصل على المواد المكونات في الطبخة اليمني؟ أصعب هذا أصعب أصعب شيء ممكن تتخيلين لنا واجهة صراحة فالأسماء مختلفة الأشياء مختلفة البهارات شيء ثاني فهذا عاني فيه كثير ولكن أحاول أننا أجيب الأشياء القريب القريب من الأشياء الأصلية وتضبط معي ويمشي الحال في الآخر جمهورك من غير اليمنيين كيف لقيت رد فعلهم على الأكلات اليمنية؟ والله لطيفين صراحة وأكثرهم الجمهور اللي ذاق الأكلات اليمنية من قبل هؤلاء يتابعني وفيه ناس دخلوا لي على سبيل المثال فيه أكل اللي هي يسموها المطيط بالصنعاني والزوم بالتعزي فكانوا مستغربين جداً من الإسم وإيش الأكلة هذه وكيف تنأكل بالملعاقة أو تنأكل بالخبز فكانوا مستغربين من هذا الشيء ولكن هناك ناس جربوها يبدو أنك مركز فقط على الأكلات اليمنية لكن هل هناك خطة مستقبلي أنك كمان تنوع في الأكلات؟ نعم مستقبلياً إن شاء الله بس إذا كملت الأكلات اليمنية أول شيء يعني أنا عندي لستة حالياً معايا 46 أكلة يمنية لسا ما سويتها ومنفروض أن أسويها ونزل فيديوهات عليها بعدين ما خلص الأكلات اليمنية كاملة بعدين ممكن نشوف إيش بنسوي بس أنا في الوضع الحالي حابب أعمل صفحة متكاملة عن الأكلات اليمنية بحيث أنها تكون مرقع لأي شخص مغترب يمني يحب أنه يدخل يشوف أو يعمل الأكل اليمني بسرعة بسهولة جميل في الإنستجرام الفيديو لا يزيد عن دقيقة أنت كيف تختصر هذه الدقيقة وكم تختصرها؟ كم تستغرق وقت في الطباخة والإعداد والمونتاج؟ كان زمان يعني تقريبا قبل شهرين أو ثلاثة شهور كان فيديوهاتي مفصلة بالتفصيل يعني كانت عند خمس دقائق ست دقائق فكنت أشرح فيها الطريقة بالمختصر الممل يعني فالناس يدخلوا يفهموا الطريقة بشكل كبير ولكن بعد ما شفت إحنا يعني تطورنا وفي الناس أصبحت تعمل فيديوهات بشكل سريع وقصير فشفت الناس الإقبال على الفيديوهات الطويلة ما هو أشياء كثير فالفيديوهات القصيرة بالضبط كلما كانت مركزة في الطبخ بشكل أكثر وعلى المكونات والطريقة كانت أفيد للناس ومسلية ليس من بالله جميل طيب أكيد أنت لقيت صعوبات غير الحصول على المواد والمكونات للطبخ اليمن ما هي الصعوبات التي وقهتها؟ الصعوبات هي الصراحة شوية بالنسبة لأننا نستخدم نوع من نوع البحارات المعين فهذا ليس متواجد صراحة في ألمانيا ولا متواجد في أوروبا بشكل عام في الحصول على المكونات أنا أسألك عن صعوبات أخرى ربما هل سمعت من المجتمع أن هناك أحد قال لك أنه هل الرجل يطبخ؟ هل قابلت مثل هذه التعليقات؟ هو طبعاً الفكرة الجديدة هي الفكرة الجديدة أنه واحد يطبخ على هذا يعني نحنا في اليمن نعرف أن المطاعم كلها عبارة عن طباخين وليس الطباخات والناس كلهم ما يركزوش على هذا الشيء لأنه ما يشوفوهمش في الواقع صحيح يعني في أغلبيتها وكانت الفكرة صادمة شوية للوالد الله يحفظه أيها أول ما شافني ابتدأت أن أزل فيديوها تطبخ فقال لي طباخ بعدين قلت له أنا أحيا بي الله أحفظك أنا عندي هدف ورسالة من المحتوى وأنا بقدم الشيء هذا عشان أخدم فيها المجتمع وأنشر فيه الأكلات اليمنية وأفيد المقتربين اللي هما نفس حالتي اللي يعانوا ما يقدروا يسووا أكل يمني يعني كثير ناس يخواروا أكلات يمنية ويا درجة الفاصل يا يعني ما يعرفش كيف يسويها طيب هل هذا علاقة بعدم ظهورك بوجهك في الفيديوهات؟ هل يمكن أن تكون محفتوى؟ لا، لا، لا أعلم شي علاقة خالص أنا أنا ما أطلعش في الفيديوهات لأنه ما كانش هدفي صراحة أنا أطلع عشتهركة شخصية بس عشتهركة ممكن الشهرة تكون كمحفتوى للشخصية بشكل أدل أطلع فيديوهات لايف بعض الأحيان أنا عندي برنامج برضو على الإستجرام اللي هو أستضيف ناس وأعلمهم طبخة عن طريق اللايف ونسويها إحنا الاثنين مع بعض في وقت معين جميل، شفتكم أنت وسهيلة البنة كنت تطبخوا الكبدة تقريباً؟ بالله فكرة لائعة جداً، طيب طموحك ياسين، لأشيك تتصل؟ بعد خمس سنوات، فينتش تشوف ياسين؟ بعد خمس سنوات، أشوف نفسي مستقر أكثر جميل، فقط؟ مستقر، وصلت لهدف معينة، من أهدافك، من أهدافك، جميل، الشيف صانع محتوى طبخة اليمنية، ياسين الثقاف، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق، شكراً لك، وشكراً على استطافة، وأشكر الكادر الموحوق كامل على الترتيب جميل، شكراً لك ياسين، وشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الحلقة، انتظر تفعلكم معنا مجدداً عبر صفحة البرنامج الظاهرة بطوها أسفل الشاشة، هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج وآمل أكحلي وكافة الطاقم، إلى اللقاء، ترجمة نانسي قنقر